لا نتلك أي خدمات على الإطلاق على مدخل قرية أبو تلول في النقب أقيمت خيمة اعتصام للبت في قضايا ملتهبة في قرى النقب على رأسها ممارسات وحدة يؤاف الشرطية التي أقيمت خصيصا لبدو الجنوب بطلب من رئيس المجلس أن يتعاون معنا على تجميد الأرنونة حتى البدء في البنية التحتية وبعدها يطالب في دفع الأرنون هذا أبسط مطلب دعينا اليوم لنحكي وجهة نظر قانوني في كل ما يتعلق أساسا في عمل يحدث يؤاف ما هي صلاحياتها وتعاملها خارج عن القانون في كل ما يتعلق في ترهيب وتشكيل ضغط على أصحاب البيوت في قرى غير معترف فيها من أجل تشكيل ضغط عليهم لعمليات هدم أو طرد وإلى آخره الحضور ناقشوا أيضا قرار السلطات فرض ضريبة المثقفات الأرنونة على مساكن المواطنين في أربع قرى بإرهداج قصر السر أبو قرينات وأبو تلول قضية الأرنونة يعني كما يعلم الجميع أن جمعية رقفيم توجهت على المحكمة بناء على صور لبيوت مشيدة ليس موجودة في مجلس واحدة الصحراء نحن نسكن في بيوت الصفيح ولا نتلقى أي خدمات من المجلس في هذه المرحلة ولكن هناك مطالبة من قبل المجلس ومن قبل لواء الجنوب في وزارة الداخلية من يقوم بجبيت الأرنونة من المواطنين نحن نرفض هذه المطالب نحن ليس في مرحلة يعني أن نستطيع من خلالها دفع الأرنونة ونحن في بيوت مهددة بالهدم يعني بيوتنا مهددة بالهدم ونفس البيت الذي يعني وضعت عليه وحدة يؤاف ودائرة أراضي إسرائيل أمر هدم يطالب المجلس في نفس الوقت ندفع عليه الأرنونة ملاحقة وحدة يؤاف للسكان العرب في الجنوب تورق المواطنين ما أكده الناشطون في مختلف القرى الذين حضروا للتداول في الهجمة السلطوية